تعتبر العلاقات السودانية السعودية ضاربة في القدم حيث كان سودان معبرا للهجرات العربية إلى أفريقيا بغرض التيارة ونشر الدعوة الإسلامية كما أن رحلات الحج والعمر للسودانيين قد أسهمت في تجديد العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين السودان والمملكة العربية السعودية وفي العهد الحديث تعتبر الجالية السودانية في المملكة العربية السعودية من أقدم الجاليات فيها وعملت في شتى المجالات مما أسهم في أن يصبح هناك تداخل كبير بين الشعبين ولدى علاقات نخوية ثنائية كبيرة أسهمت في نمو تعزيز العلاقات بين البلدين على كل الأصعب والظل المغترب السوداني في المملكة لا يشعر بالاغتراب عن بلده حيث إن مدينة الرياض مدينة ملهمة ومحفزة لرط السودانيين ببلادهم ومناطقهم السودانية ظل التكاتف والتماسك الاجتماعي بين المغتربين السودانيين في المملكة سما تلازمهم حيث ساعد هذا التكاتف بين السودانيين في إتاحة المجال لممارسة حياة المغتربين والاستفادة من بيئة المملكة في ارتباط المغترب السوداني بوطنه واهتمام الأسر بتنشئة الجيل الصاعد بتعريفه بعالات وتقاليد وتراث بلاده